السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنعرف ازاي تعرف ان المعزة حامل في الشهر الخامس هنشرح لكم بالتفاصيل ان شاء الله في هذا الفيديو والبداية هذا الفيديو لا تنسى أن تصلى على بعض الفيديو في الط footsteps والسلام ولا تنسى أن تضغط زر لايق وتفعل زر الجرس يلا بقنا نبدأ الفيديو ونقول لكم ازاي تعرف ان المعزة حامل في الشهر الخامس طبعا اول حاجة يلاحظ المعزي حينها كبير هيا أرى يلاحظ البطنة نحن بطنة كبيرة ولاسى الدرة تبدو علي من و Leectual اللي بتلاقيها اكبر تعريف أنها ستولد من كام يوم. تعرف كده ان هي هتولد كام خلال كام يوم. برضو الحاجة الثالثة ان هي بتكون اه المعزة اه قلة هالحركات. بتكون الحركة بتاعته بطيئة اه جدا. اه عندما في الشهر الخامس بتلقى ان المعزة قليلة في التحرك وكده. وبتكون زيادة في اشيهية وبعايز تتناول الاكل اكتر بشكل اسرع. يعني بتكون ان المعزة عايزة تاكل اكل كتير. الشهية بتاعتها بتتفتح عندما في الشهر الخامس. لتناولها اكل اكتر وافضل. تمام? طبعا افضل اكل في الحمل هو البرسيم. اه طبعا منصحكمش ان تحط لهم تبن والحاجات دي في الحمل. اه بس كده وما حدش يحط لها المغزيات او مغويات او الحاجات دي. يعني حجن جز والحاجات دي. اه بس كده احب بتقول لكم هزين المعلومات البسيطة. ولو عايزين اي استفسار اكتبوا لي في التعليقات. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.